موسيقى الرئيس السيسي يفتتح كأس العالم لكرة اليد ويرحب بالضيوف والمنتخبات المشاركة موسيقى مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار بعزل الرئيس ترامب وتمرير لائحة الاتهام لمجلس الشيوخ موسيقى والناخبون في أغندا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والعامة موسيقى الحديث عشرة صباحا في القاهرة تسعى بتوقيت جرينتش موجز أخباري أتيكم من أكسرا نيوز أهلا بكم أعلان رئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد السابع والعشرين والتي تستضيفها مصر حتى الحادي وثلاثين من يناير الجاري وأكد رئيس السيسي في كلمته في فتاح البطولة أكد الترحيب بجميع ضيوف مصر في أكبر تجمع رياضي خلال الوقت الحالي موسيقى موسيقى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيسة والمديرة العام للتنفيذي لشركة سيمينز ونائبه في حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض الاتفاق النهائي مع شركة سيمينز لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمال أطوال تقدر بنحو ألف كيلو متر على مستوى الجمهورية وبتكلفة ثلاثمائة وستين مليار جنيه وخلال الاجتماع عرب الرئيس السيسي عن تقديره لمسيرة التعاون بين مصر وشركة سيمينز هذا واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بيتر لورسن رئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من المسؤولين وثمن الرئيس السيسي التعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها الشركة في مجال بناء السفن صوت مجلس النواب الأمريكي على قرار بعزل الرئيس ترامب وتأييد لائحة الاتهام الموجهة له بشأن أحداث الكونجرس وأيد القرار عشرة نواب جمهوريين ومائتين واثنان وعشرون نائبا ديمقراطيا مقابل رفض مائة وسبعة وتسعين نائبا ليصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه إجراءات العزل مرتين ومن المقرر أن يتم إحالة القرار إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه حيث يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء المجلس لتمريره بشكل نهائي وفي حال عدم المصادقة لن يكون لقرار العزل أي مفعول أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الثرية أنها تتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقودا لأحد المفاعلات ما يعتبر انتهاكا جديدا لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الدولي الموقع عام 2015 وقال طهران أن هذه الأبحاث تهدف إلى توفير الوقود المتقدم لمفاعل بحث في طهران جدير بذكرى أن معدن اليورانيوم قد يستخدم أيضا في إنتاج إسلاحة نووية فيما يمنع الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني المبرم في 2015 يمنع إنتاج أو امتلاك معادن البلوتونيوم أو اليورانيوم يدل الناخبون في أغندا بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية والعامة ويتنافسوا في هذه الانتخابات الرئيس الحالي يوري موسيفيني مع نجم البومبا الذي تحول إلى سياسي روبرت كيجولاني بالإضافة إلى تسعة مرشحين آخرين ويحكم موسيفيني وغندا منذ عام 1986 برغم المطالبات المتكررة من قوى المعارضة والمجتمع المدنية بضرورة تقاعدها نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي ببلغ الحزن والأسى نعت الراحل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق الذي وفته المنية مساء أمس إثر أزمة صحية ألمت به وتقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي تقدمت باسم الشركة وجموع العاملين في شركاتها وإصداراتها التابعة بخالص العزاء لأسرة الراحل دعاية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم كل محبيه الصبر والسلوان وكان إيهاب الشريف أكد وفاة والده رئيس مجلس الشورى الأسبق متأثرا بإصابته بسرطان الدم وأشار إلى تشيع الجثمان اليوم الخميس من أحد مساجد القاهرة نهاية الموجز نحيط ألم سياداتكم بأن تردد إكسرا نيوز الجديد 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعامل لاستقطاب رأسي الشكر لكم مني همامي جاهد على متابعتكم الكريمة ألقاكم بعد قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر